أعلنت القوات التركية مقتل أحد جنودها شمال غربي سوريا وكانت تركيا أعلنت رسميا السبت الماضي بدء عملية غصن زيتون ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين السورية وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي الدرم بدء المرحلة البرية للعملية هذا وقد دانت دمشق بشدة العملية التركية فيما دعت موسكو الأطراف كافة إلى ضبط النفس واحترام سيادة الأراضي السورية